بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد في إطار مشروع تعميم المعرفة هذا هو المقطع المئة المصطلح الثاني والأربعون من الحرف H من لسان العرب الاقتصادي معجم المصطلحات الاقتصادية مصطلح دورة الحيمنة Term number 42 لسان العرب الاقتصادي Dictionary Economic Terms Hegemonic Cycle أرجو أن يكون فيه الفائد لطلبتنا والمهتمين بالعلوم السياسية والاقتصادية تأتي أهمية هذا المصطلح العلمي في هذه الأيام وبخاصة بعد أن أصبح دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية فبسبب سياساته المتمردة على الشركاء الاقتصاديين والاستراتيجيين وتنصله من الاتفاقيات الاقتصادية الدولية أخذت عرى الاقتصاد العالمي بالتفكك وتتبدل توازنات مع بعض الحرب العالمي الثانية وعلى وجه الخصوص بعد زوال الاتحاد السوفيتي وظهور قوى الاقتصادية المتصاعدة تدريجيا مثل الصير والهند يعتقد بعض المحللين بأن هيمنة الولايات المتحدة العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية بدأت بالانحسار التدريجي لصالح قوى صاعدة أخرى نتيجة لقوتها الاقتصادية وحجم السكان الكبير وانتشار التقنية الرقمية تعرف دورة الهيمنة في مجال الاقتصاد العالمي والموارد والبيئة والهيمنة الاقتصادية ونظرية التبعية بأنها إزاحة منتظمة في النشاط الاقتصاد العالمي من قوة مهيمنة هجمينك بار خلال فترة زمنية ما نحو قوة صاعدة خلال فترات زمنية لاحقة وقد قدر الاقتصاديون وعلماء السياس المهتمون طول الدورة من القمة إلى القاع لمئات سنة هذا الرسم التوضيحي يبين الفترات الزمنية التي تستغرقها ما يسمى دورة الهيمنة تكون هناك قوة مهيمنة في دورة سابقة نتيجة لحدود حروب وتوترات على المستوى العالمي تأخذ هذه القوة بالانحسار التدريجي شيئا فشيئا فهذه الفترة تأخذ 25 سنة متوالية من التوترات نتيجة لعدم انفاق بعض القوى الأخرى على الانفاق العسكري عدم انفاقها على القوى العسكرية تأخذ بالصعود التدريجي تأخذ هذه الفترة ما بين 25 إلى 50 عاما خلال هذه الفترة تستثمر في الاقتصاد والعلم ومجتمعها وتأخذ قوتها بالتصاعد وتنتزع شرعي ما على المستوى العالمي تأخذها فترة ما بين 50 إلى 75 عاما ثم تأخذ القوى السابقة بفقدان شرعيتها وقوتها وتأخذ فترة زمنية ما بين 75 إلى 100 عام بعدها تنحسر يحدث ما يسمى بميوعة سيادة القوى المهيمنة وتظهر القوى المهيمنة الجديدة يعود مصطلح القوى المهيمنة إلى هيديمونيا من الفلسفة الإغريقية لتعني الإرشاد والقيادة إلى جانب السلطة وممارسة القوى في الحكم وإصدار الأوامر وكان لأرستوتل رأيا بينا حول الفرق بين الهيمنة والهيجيمونيا والسيادة دومينيشن يكمن في الأولى الحكمة ومصلحة المهيمنة عليه أما الثاني فتعني الممارسة القامة غير المشدة بالقوى رو إكسسايد الطور على أولئك الذين يستحقون أن يكونوا عبيدا تعرف القوى المهيمنة في العلوم الاجتماعية المعاصرة بأنها دولة تمتلك قدرات مادية وعقائدية وقوة عسكرية أو قوة عسكرية وقوة ناعمة تستطيع أن تقود تحالفا من الدول المتقاربة منها بالعقيدة والأهداف الاقتصادية والسياسية ما يجعلها مهيمنة على النظام السياسي والاقتصاد العالمي واستنادا إلى أفضلياتها تستطيع القوى المهيمنة أن ترسل قواعد الضابطة للتفاعل الدولي وتحافظ عليها سواء كانت في مجال العلاقات الاقتصادية والسياسية وحسب تعريف ديفيد ويلكنسون يركز مبدأ الهيمنة على القوى العسكرية والسياسية والقصر والإكراه عند الحاجة أما التعريف الكلاسيك البائد فيشير إلى السيادة السياسية والعسكرية والقدرة على القيادة والسيطرة ما يعني بأن القوى المهيمنة هي دولة أو إمبراطورية تربعت على عرش التراتبية العسكرية للدول الحليفة والخاضعة تستطيع بواسطة هذه التراتبية وقوتها السياسية والعسكرية أن تشترح خضوع الدول يرى بعض علماء نظرية تبعية والعلماء والعلم السياسية من أمثال جون واكرمان بأن هناك أبعاد مختلفة للقوى المهيمنة تستند إلى مبدأ القيادة الأخلاقية ومعقولية قيادة الدول المهيمن عليها وفي هذا السياق يقول أنطونيو جراماسي بأن القوى المهيمنة القيادية تحتاج إلى ضمير ووعي ودعم أخلاقي وعاطفي من الجماعات الخاضرة علىها المشتركة معها بالأهداف العقائدية والسياسية والإقصارية ومثال عليها الأولى المتحدة وأوروبا الغربية وقد توسعت آراء جراماسي على يد من اتبعوه في الفكر ومنهم روبرت كوكس فقال بأن الهيمنة لا تعني وجود دولة تتربى على رأس التراتبية العسكرية والسياسية والإقصارية بل تعني وجود طبقة تحكم على المستوى العالمي يشترك أفرادها في السيطرة على نمط الإنتاج والتوزيع وتتحكم برأس المال في مجموعة الدول المتقاربة سياسيا أو في الأهداف وهذا الرأي الأخير تقارب مع ما رآه عالم الاجتماع والتاريخ في نظرية أنظمة العالم راجع مسرد دورة تجارية نهاية المصطلح أرجو أن يكون فيه الفائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته